الله بإذن الله تكون مباراة جيدة زي ما حضراتكم شايفين في الملعب الحمد لله أنا شايف الملعب كويس يعني شايف الملعب لا بأسة به يمكن درجة الحرارة شوية لسه كنا شايفين الكابتن ساعد عبد الحفيز بيحط شوية مية على دماغه وكده واضح أكيد درجة الحرارة بتكون عالية لكن كل دي أمور متعود عليها بسي ما فيش رتوبة آه لا يعني اللعيبة النادي اللي متعودة على التحديات دي شايفين بعض الأشكال الأداء التكتيكية جونيور أجاييب ما شاء الله بيبتسم الروح المعنوية عالية جدا اللعيبة بتقوم بتدريبات النهاردة التدريب يعني أعتقد ما زادش عن ساعة ونص بيبدأ بتدريبات إحماء زي ما حضراتكم شايفين بيلعبوا أربعة ضد اتنين أو خمسة ضد اتنين والطلب وايلة زي ما حضراتكم برضو شايفين موجود بعد طبعا رجوعه من الكنغو أكرم توفيه أليو ديانج الكل على استعداد كامل ان شاء الله وسعد سمير كمان العيد ميلاده دلوقتي على طول هنا في البيت الكبير لكن يعني زي ما بقول استعداد مهم جدا جدا لمباراة مهمة كمان عندنا كمان كلام مهم جدا النهاردة من الأستاذ خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعستنا اللي بصراحة بيقوم بدور أكتر من رائع لتلبية احتاجات الفريق بالكامل وطبعا بالتعاون مع الكابتن سيد عبد الحفيز النهاردة خلت الدرندلي بيوجه الشكر كمان لطاقم السفارة المصرية بقيادة سيادة السفير طبعا حسام عيسى سفرنا في الخرطوم على المجهودات الكبيرة اللي بيقوم بيها يعني اللي بازلته السفارة كلها مع بعثة النادي الأهلي أكد الدرندلي احترامه الكامل لنادي المريخ ومسؤوليه وتقديره للاستقبال الحافل زي ما حضراتكم شايفين في الصورة اللي يمكن حظت به بعثة النادي الأهلي في مطار الخرطوم وده مش جديد على أهلنا في السودان وخاصة من الهلال أو من المريخ إدارة المريخ طبعا ممثلة في علي أبشر ده نائب رئيس النادي اللي كمان قام بمجهود أكتر من رائع في استقبال البعثة وتزليل كل العقبات لفرقتنا هناك السيد طبعا خالد الدرندلي كمان أشاد بالتعاون إدارة المريخ مع النادي الأهلي كالعادة زي ما أقول لحضراتكم كعادة أشقاءنا السودانيين ده على مر الأسور أكد خالد الدرندلي أن العلاقة ما بين مصر والسودان هي طبعا علاقة تاريخية وقال أن بعثة النادي الأهلي لم تواجه أي صعبات منذ وصولها طبعا على الأراضي السودانية قال كمان أن هناك تنصيق كامل ما بين السفارة المصرية بالخرطوم ومسؤولي طبعا المريخ السوداني في ضوء العلاقة الوطيدة ما بين الناديين أوضح كمان رئيس البعثة السيد خالد الدرندلي أن بعثة الأهلي في السودان وأن مباراة السودان زي ما بنقول هي مباراة صعبة مباراة صعبة جدا مش على يعني النادي الأهلي يكيد على مستوى الفرقين قال أن طبعا النادي المريخ رغم اهتزاز النتائج لكن يملك تاريخ كبير جدا من الخبرات واللعيبة القادرة على الأداء في الملعب بتجعل يمكن مباراة يوم السبت اللي جاي مباراة صعبة على الفرقين لكن في النهاية يعني بيقوم بدور أكتر من الرؤى خالد الدرندلي بيقوم بدور أكتر من الرؤى مع بسيتنا كل الناس اللي بتطلع رؤساء بسا بيقوموا أدوار رائعة بالتعامل مع كابتن سيد عبد الحفيز على المستوى الأداري كل الناس بتهيأ المناخ الكامل وده مهم جدا مش بس فنيا لا المناخ الكامل إداريا على مستوى الإقامة على مستوى الإجراءات الاحترازية على مستوى الانتقالات كل دوت بيتم بشيء أكتر من رائعة اشتركوا في القناة